أعزائي طلاب الصف التاسع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من سلسلة الدروس المصورة لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات ما زلنا في الوحدة الثالثة تصميم وبرمجة الألعاب ودرسنا اليوم هو الدرس الرابع الكائنات الوهمية والمتغيرات في عالم ألس الجزء الثاني تعلمنا في الدروس السابقة أولاً المقصود بالكائن الوهمي وهو كائن غير مرئي يستخدم لتحديد مواقع معينة في عالم اللعبة وتوجيه الكاميرا تعرفنا أيضاً على المقصود بالمتغير هو موقع مسمى في ذاكرة الحاسوب حيث يمكن تخزين قيمة ويتم تحديد نوع البيانات المخزنة في المتغير بنوع البيانات تعرفنا أيضاً على أنواع البيانات وهي عددي، منطقي، كائن، نصي وغير ذلك ثم تعرفنا بعدها على أنواع المتغيرات في ألس وهي المتغيرات المحلية، المعاملات، والخصائص بحيث أن المتغيرات المحلية تستخدم لتخزين بيانات محددة أثناء تشغيل البرنامج ثم الرجوع إليها لاحقاً أما المعاملات، فهي تستخدم كوسائط في الدوال، فهي تسمح للدوال بالتصرف بشكل مختلف في كل مرة وتعطينا نتيجة مختلفة أما الخصائص، فيتم تنظيم البيانات التي تمثل الكائن إلى مجموعة من الخصائص حيث تصف كل خاصية الكائن بطريقة ما تعرفنا أيضاً على طريقة إنشاء المتغير المحلي أهداف الدرس في نهاية هذا الدرس، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أنه أولاً، يوضح وظيفة دالة رقم عشوائي، Random Number في برنامج ألس ثانياً، يخصص موقع الكائن بشكل عشوائي في نطاق محدد باستخدام دالة رقم عشوائي ثالثاً، يستخدم لبنة موف لتغيير موضع الكائن بشكل عشوائي أعزائي، بإمكانكم المتابعة من الكتاب المدرسي من الصفحة 236 إلى 240 المصطلحات متغير كائن وهمي رقم عشوائي مسافة عشوائية نبدأ بالهدف الأول وهو أن يوضح الطالب وظيفة دالة رقم عشوائي Random Number في برنامج ألس دالة رقم عشوائي توفر ألس دالة باسم Random Number والتي تنشئ رقماً عشوائياً في نطاق محدد تقبل هذه الدالة المعاملات التي تسمح لنا بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لقيام الرقم العشوائي نكمل الهدف الأول وهو أن يوضح الطالب وظيفة دالة رقم عشوائي Random Number في برنامج ألس من خلال توضيح كيفية استخدام دالة رقم عشوائي في لعبة التقاط الكرة من أجل جعل كرة القدم تظهر في موقع مختلف للتزديد في كل مرة فإننا نحتاج إلى ضبط موقع الكرة يتم ذلك من خلال تزديدها في كل مرة من مكان عشوائي على امتداد عرض الملعب لذلك لا بد من تحديد القيمة الدنيا والعليا للمدى الذي سيتم تزديد الكرة منه استناداً إلى موقع البداية الهدف الثاني أن يخصص الطالب موقع الكائن بشكل عشوائي في نطاق المحدد باستخدام دالة رقم عشوائي أولاً سيتم ضبط القيمة الدنيا للمدى الذي سيتم تزديد الكرة منه استناداً من موقع البداية وحتى القيمة سالب خمسة كما هو واضح في الشكل أمامكم سنقوم الآن بضبط القيمة الدنيا للمدى المخصص لتزديد الكرة أولاً نختار word من شجرة الكائنات ثم نختار علامة تبويب function data بعدها نقوم بسحب لبنة random number وإفلاتها في random distance الآن نقوم بالضغط على more المزيد ثم بعد ذلك ننتقل إلى minimum الحد الأدنى ونختار أذر من نافذة custom number أو الرقم المخصص نقوم بكتابة minus 5 أو سالب خمسة ثم نقوم بالضغط فوق OK نقوم بالهدف الثاني أن يخصص الطالب موقع الكائن بشكل عشوائي في نطاق محدد باستخدام دالة رقم عشوائي ثانياً سيتم ضبط القيمة العليا للمدى الذي سيتم تزديد الكرة منه استناداً من موقع البداية وحتى القيمة خمسة كما هو موجود في الشكل أمامكم الآن لضبط القيمة العليا للمدى المخصص لتزديد الكرة نقوم بالضغط على more ثم بعد ذلك ننتقل إلى maximum الحد الأقصى ونختار 5 بذلك نكون قد قمنا بضبط القيمة الدنيا والقيمة العليا للمدى المخصص لتزديد الكرة الهدف الثالث أن يستخدم الطالب لبنة موف لتغيير موضع الكائن بشكل عشوائي أولاً سيتم إضافة لبنة موف لإستكمال الإجراء وتخصيص موقع كرة القدم بشكل عشوائي ثانياً ستنقل لبنة موف كرة القدم إلى موضع عشوائي بين حدود العرض التي قمنا بوضعها وبعدها ستبدأ كرة القدم في العودة إلى المرمى ثالثاً سيتم ضبط المعاملات الخاصة بلبنة موف التي قمنا بإضافتها لتغيير موضع كرة القدم بشكل عشوائي أولاً نختار سكر بول ثم بعد ذلك نختار علامة تبويب بعدها نقوم بسحب لبنة موف وإفلاتها إلى محرر الدوال بين سكر بول وريندوم ديستانس بعدها ننتقل إلى رايت اليمين ثم إكس بريشنز التعبيرات ونختار ريندوم ديستانس مسافة عشوائية لضبط معاملات لبنة موف نضغط على مور ثم ننتقل إلى ديوريشن ونختار أذر ومن نافذة كاستوم نمبر نقوم بكتابة زيرو والضغط على أوكي نختار القيمة زيرو لأننا لا نريد أن نرى مسار الكرة الآن نقوم بالضغط على مور ثم ننتقل إلى أز سين باي طريقة الرؤية ونختار كاميرا أز سين باي هو خيار في ألس يغير الطريقة التي ينفذ بها الكائن دالا ما وبذلك نكون قد قمنا باستخدام لبنة موف لتغيير موضع الكرة بشكل عشوائي التدريب الأول موجود أعزائي في الكتاب المدرسي صفحة 241 قم بوصف وظيفة اللبنات البرمجية التالية أحسنتم؟ تقوم اللبنة بتحريك كائن سكر بول إلى موضع البداية ويتم تعريف موضع البداية بواسطة كائن وهمي التدريب الثاني موجود في الكتاب صفحة 241 قم بوصف وظيفة اللبنات البرمجية التالية أحسنتم؟ تقوم اللبنة بتحريك كائن سكر بول مسافة 20 متر للخلف التدريب الثالث تعلمنا في هذا الدرس أولاً وظيفة دالة رقم عشوائي في برنامج أليس ثانياً تخصيص موقع الكائن بشكل عشوائي في نطاق محدد باستخدام دالة رقم عشوائي ثالثاً ضبط القيم الدنيا والعليا للمدى المخصص لدالة رقم عشوائي رابعاً وأخيراً استخدام اللبنة موف لتغيير موضع الكائن وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم ونلقاكم في درس مصور جديد بإذن الله مع خالص الأمنيات لكم بالنجاح والتوفيق شكراً لكم